إن شاء الله كابتن عادل ألف مبروك فوز مهم لنادي الأهلي ثلاث نقاط غالية وإيجابيات وأرقام قياسية حتى ما نادي الأهلي النهاردة أسيبك أنت تقول الأرقام لا أتفضل لا أتفضل أنت نادي الأهلي الأكثر فوزة دائما عروف 23 فوز من أصل 29 مباراة طبعا ينفرد بالصدارة للأسبوع الثالث على التوالي ولو كان عنده قبل كده حتى لما فقد الصدارة كان عنده مباريات مؤجلة أديك حاجة كمان؟ ما لاحظة واحدة خلينا أكمل ولا ما أكمل لا أكمل للمباراة الحداشر على التوالي شباك نظيفة حال إيجابيك أنت تقولها؟ لا طيب ماشي أقوى خط هجوم 54 هدف أقوى خط دفاع طبعا أيوة سبع أهداف هنا بقى مع مين؟ يعني مع مين؟ في ناديين أو في ناديين مع سبع أهداف يعني مع مين؟ ما وفي ناديين برجو دخل فيهم سبع أهداف بس ده برّة ولا هين؟ هين الزكت برّة إيه؟ هنا إيه؟ فين اللذين دخل فيهم سبع أهداف؟ ده أصلاً الفريل دخل فيه بعديك أقل عدد أدف تسعتاشر هدف سبع أهداف ده احنا سبع أهداف لا الخصار لا لحظة 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 ده احنا كان فيوتسر تاني أقوى خط تدفاع بعدينا دخل فيه تسعتاشر هدف إحنا سبع أهداف الفريل الوحيد لا الفريل الوحيد صح صح وإنت بتتربع دلوقتي على القمة وباقي نقطتين بصورة رسمية وهتعمل رقم كويس كمان لو كسبت المباراة القادمة كلها لا مهو ده اللي أنا لحظة واحدة ده اللي أنا هكلمكو فيه من ضمن أهداف مستر كولر يعني أنتو كلمتو على حاجات معينة بس أنا هكلم على هدف من ضمن الأهداف أكيد دي في باله طبعا لا شوف هي تبقى في بال النادي أكتر من كلها بس لحظة واحدة أنا كمان على المستوى الشخصي ما أنا بحقق أرقام خياسية بالنسباني في أول موسم مع النادي لأهلي بس فيه عندك أهداف أسمى أقوى السنة اللي جاية ده معنى إحنا اتفقنا على الراحة كويس تاخد راحة إمتى لو قبل ماتشات الكاس بعد ما تحسم الدوري في ماتش الزمالك إن شاء الله تسعة وآه يعني هتاخد راحة يعني هتريح لايب لو أنت عايز تريح بعض اللي يبقى أنت هنا فيش أرقام أو بالباقي تعمل أرقام فكره أكيد هو عايز يعمل إنجاز شخصي ليه أكيد طبعا طيب بس هو مش عايز أخسر عايز أخد البطولة من غير خسار بس كتب عايز أحطم الأرقام دي أكتر وأكتر لو هو مش السنة دي لا أفهم لأ هو ماشي السنة دي هيعمل لكن هو بيحضل للمسم القادم وإنت الدوري بتاعك مش منتظم شو تريد طاقة كل حاجة إنت تسعة وسبعين بس أنا رايب رايبا كابتل إنت دلوقتي عندك هتخلص الدوري تسعة وعشرين سبعة صح؟ صح؟ لا أنا عندي ستة وعشرين سبعة آخر مباراة في الدور أيوة كويس تلاتين سبعة أيوة المفروض عندي مباراة في كاس مصر مع الدخلات حلوة وبعد تلاتين سبعة لسه بقى هنشوف ماتشاة الكاس أوكي بس الكاس هيتلعب في أغسطس لأين؟ آه حصل حاجة لاتحاد الأفريقي عملها مبارح قرر بعد ما قال إن الماتش السوبر الأفريقي مش هيتلعب في أغسطس كان المفروض من 11 إلى 13 رجع مبارح وقال إن حيتلعب السوبر الأفريقي بين الأهلي والتحاد العاصمة في يوم 1 سبتمبر فين؟ لسه مش عارفين لحد الوقت حافظ الرعاة فاهم؟ آه يعني لحد الوقت 1 سبتمبر عندك مباراة في السوبر الأفريقي وكاس مصر لازم لازم زي ما قالت تحاد الكورا إن هي تنتهي المسابقة في شهر أغسط طيب ولكن حيبع عندك مشكلة آآ حتأجل ماتشات نادي الزمالك لبعض الانتهاء من البطولة العربية حسب ما يوصل بقى يعني بمعنى اللي أنا عايز أقوله إيه أنت السنة دي يعتبر نفسك مش هتريح مش هتريح كهاتين كورة مش هتريح مشكلتك الكبيرة والزمالك أصلا عنده ماكسيو ماشين آآ إن شاء الله مع بيرامت في الكاس آآ لو كمل مم يبقى حيكمل فاهم؟ ماشي لو ما كملش يبقى يعني البطولة هتخلص قبل نهاية أغسطس بصك أنا مليش دعا بالأندل أخرى لأن الأندل أخرى ما بتلعبش قدك أنت بتلعب أي ولا أنت بتوصل بص أنت بتلعب أكتر من أي فرقة في مصر يمكن معدب بيرامت بس شوية مع خفية المباريات آآ آآ كل أندية مصر أنت بتلعب أكتر منهم مش أقل من 12-13 مباراة ومباراة قوية جدا لكن خلينا أكلمك على الأهداف الأسمى عند المدرب ماشي لأ أنت آآ فكر جيدة أنك أنت تاخد أكتر أرقام ممكنة في الدوري يعني أنت ممكن تعمل أعلى أرقام ممكنة أنت عندك كم مباراة قد نحن نعبنا دلوقتي كم مباراة نقص خمس مباراة خلاص ها؟ نقص خمس مباراة بالنسبة لبطولة الدوري أيوة خمس مباراة يعني عندنا كم بون؟ خمستاش 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 أربون وإحنا النهاردة كم؟ 75 أيوة تمام؟ ماشي يبقى إحنا عندنا ممكن توصل للكام آآ لو كسبت الخمس ماتشاك آآ توصل للتسعين تسعين بون هل حد عملها قبل كده؟ هل الدورة حسن بأكتر من تسعين بون؟ ما حصلش أرجع بس أنا بقول لك ما حصلش أنا بقول لك ما حصلش ما فيش 8 و 8 و 7 و 8 7 و 8 لكن محدش قدر يعمل التسعين لو أنت عايز تعمل دي يبقى عندك طريق من الطريق لازم تلعب بكل أسلحتك وما تريحهاش أو مش هتريح كل أسلحتك حيث فيه شوية هتستعين بيه ما هو يا كتن ما ينفعش يبص أقول لك حاجة ما ينفعش أنا أدخل الإعداد بتاعك الجديد أو أدخل الموسم الجديد بفيه خلل مبين أشخاص وأشخاص في القوة في الحتة البدنية أنا ممكن أريح آآ ممكن أحمشي كده شوية هريح اللي هم لعبوا أكتر ماشي هي معادلة صعبة بس إيه هدفها يعني يعني طب أقول لك حاجة لو أنا خيرتك يا كابتن أيمين وقمت لك تعمل رقم زيادة السناد القياسي ولا تعمل أرقام الموسم القادم موسم القادم ده أنت عملت أرقام كتير جدا الموسم ده أنت أخبرنا وإحنا بنجبع القادم في علم الغير كابتن كابتن إحنا بنجبع لا هقول لك ليه لأن إحنا خلصنا 11 إحنا مستنينا إلى 12 إنت الناس هتتجنن منك علشان إنت عمل تقول مش كابتن أيمين أتكلم على كل أهلاوي خلص خلص خلصنا 11 ساعة ساعة 11 بالليل اتكلمني على الـ 12 إنت عايز الـ 12 وبعدين عايز الدوري الدوري أقول لك حاجة يا كابتن الدوري عادي جدا بالنسبة لك لما هتكسبه هتحس أنه دوري عادي والحاجات دي وهتبص لك على إنك تاخد الكاس ومن بعد الكاس لو دخلت السوبر تاخد السوبر فإحنا كده تقول للوقت فإنت تفضل أنهي تفضل تنتظم ولا تفضل إنك إنت تعمل أرقب أنا ممكن أقولك طبعا أنت واشتغلت يعني في الإدارة الفنية أنا أفضل إنه هو يعمل مزج من بعض العناصر الأساسية مع مجموعة من مش عايز أقول البودلة ولكن مع العناصر اللي هي على الدك بحيث إن المسجد ده إن شاء الله رب العالم بإذن الله يبقى المجد الشخصي كمان لميستر كولر يتحقق والأرقام القياسية للنادي الأهلي يتحقق كمان المسلم ده أنا موافق يعني بمعنى أنت عايز تقول إن أنا أقعد الأساسيين أخد منهم شوية مساء وأعمل موضوع عندك كم أساسي عندي دلوقتي تسع تمنتاشر أساسي بالضبط اللي بيتلعبوا المشهد دي عندنا تمنتاشر أساسي ماشي بجد عندنا تمنتاشر اللعب أساسي هو اللي بيستعملهم ميستر كولر وبيدور بيهم المباريات أنت الأساسي بنسبلك الأول اللي هما في المنتخبات دول احنا بسميهم المستوى الأول اللي هو أنت يبقى عندك العيب في المنتخب وبعدين يبقى فيه لقى عندك حالة تدوير المدير الفني إنه بيوصل لك كل العيبة دي أقول لك أسماء وتقولي أساسي ولا احتياطي كابتر. زي ما انت عايق. قديك اسماء وتقول لي احتياطي ما قدامي هما الاسماء. يعني انت دلوقتي مصطفى شبير الجوني التالت. مسلا. الجوني التالت مصطفى شبير. لعب فاينل افريقيا او لا. علي لطفي. لعب مباريات مهمة او لا. محمد الشناو هو الاساسي بتاعك. ده حرس مر ما من انت تتكلمش عنه. لكن محمد هاني. ودلوقتي خالد عفتاح. ده يلعك شوية. بس خلينا اقول لك كحاجة كابتن عادل قبل ما نخش في في الجدل ده. وصل ان هو يوصلني لحالة جاية ده. هو طبعا دي حاجة دي حاجة تحصل بالميستر كولر. ونحن نكلمنا عنها كتير. ولكن اهم النقاط الفنية مسلا النهاردة في المبراء اللي لفتت نظرك. يعني كابتن شريف قالك ايه ان الحاسم كان من البداية. وكان النادي الاهلي تحس ان هو بيعمل كل حاجة في كرة بقريحة. كان ممكن ازيادة زي ما الكابتن وسام عربي ولكن مش مش دلع ولكن انت حسس ان الماتش خلص بالنسبة لها. ما احنا بقول لك ان بتعدي الفترة دي انت بتعديها. حلو. اقام من نقاط اللي انت استفدت منها النهاردة. نقاط الفنية. اللي بتلعت بيها من المباراة النهاردة. يعني انك انت ريحت بعض اللاعبين. ده من وجهة نصد عشر المباراة القادمة. ما عملتش مجود جامد في المباراة ما كانش عصبية. ما تعول لكش حد في المبرامة. ما مخسرتش حد. بس انا نعايز لك حاجة. ما خسرتش ا詳ق. مش القدم مش ما وصلتش للعصبية لانت حسمتها بدري. انا موافق. مج . فكان فيه awhile miejحية في الأداء حد. انت عارف يعني اننا النهاردة بالعكس انا بقول في انا بقول في حتة سلبية انا بقول في حتة انا بقول في حتة شعرة لين النهاردة. يعني انا بتكلم عندنا انتا سلبية النهاردة. عدم إنك تجيب جنين في أول ربع ساعة وما تجيبش هدف تاني ما تزودش الغلة أعم ما تزودش الغلة يعني أنت إنك أنت تجيب هدفين بدري لازم كنت أنت تزود الغلة أنت مالك كنت انفهاجة؟ لا 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 أنا معاك في حاجة حصلت لا مفيش حاجة حصلت أنا بس بتابع مباراة تانية بس أنا معاك يعني أنا عارف أنا بسألك عصير ما عرفتش النتيجة بس شفتها في وشك هنا اتنين هنا اتنين وهنا اتنين أنا عرفتها من وشك أنا شفتك مرتين عادي إحشتين وينك اتنين خلينا نتكلم خلينا نتكلم في النقاط الفنية اللي أنت لاحظتها يعني أنك أنت جبت أهداف بدري النهاردة وبعدين ما أنت ما عجبتش هدت أنك أنت ما زودتش أهداف كتير أول وكانتقدر تعمل لكن أسعدت النهاردة بكهرباء على فكرة بعرف بشكله أنا مش بتكلم على فنياته أنا بتكلم بدني أنا النهاردة كهرباء فكرني بكهرباء بتعزماء رغم أن الكهرباء أهداف في حكاية المعسكر دي شفت كهرباء بعمل لما دخل معسكر بعمل طبعا يعني فرق معك كتير أحيانا المعسكرات دي بتفرق كويس أو بتفرق جمد مع بعض اللعيب طبعا بعض وبعض كلنا لا في بعض اللعيبة لا في بعض اللعيبة لا آه وفي لعيبة كتير أو المعسكرات بتبقى معاهم كويسة جدا لو هم فكروا أن يعملوا نفسهم نفس المعسكرات مش يعني نفس أسلوب المعسكرات صعب يا كابتن هو نفس أسلوبه مش يعني مش أقول يا رقم عفرق أعمل معك لكن طريقة طريقة النوم المنتظم الأكل المنتظم الرحص الإجابية أنا شفت النهاردة كرباء عالي جدا بدنيا تحرك وخفة وفاية في تحركات وفي خفة وفي جاري أنا شفته عمل الإسبارينت النهاردة أول مرة شوفه يعمل الإسبارينت ده ده تحدي اللي هو اللي هو راح حط الكرة جنب العرضة أنا شايف ده كهرباء اللي أنا أعرفه من من أمبي من الأهل في الناشئين ومن أمبي كمان بعدين